السلام عليكم اهلا بك استاذ عبد الرحمن هننتظر بس دقيقة لما الناس تبدأ تفتح معنا الصوت واضح والستاذ عبد الرحمن تمام ما ليش والستاذ عبد الرحمن بس هننتظر دقيقة لحد ما الناس تبدأ تفتح معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوع تطوير الاباء كمعلمين او اخصائيين تواصل تمام عشان ادرب وليه الامر فمحتاج مني مجهود محتاج ان انا اشتغل مع وليه الامر وابدأ اشتغل على مهام كثيرا طيب هل فكرة او ثقافة ان انا وليه الامر يشتغل او ان هو يقوم في البيت او يشتغل مهام او مطلوب منه مهام في البيت دي جديدة او فكرة جديدة ولا حاجة مهمة جدا في علم تحليل السلوك التطبيق اه في دور مهم جدا ليه هم اي بي اي سربي يعني تأهيل البيت او تأهيل الاسرة الطفل لو بيتلقى جلسة او اتنين او تلاتة او خمسة او عشرة في الاسبوع مش كفاية جدا او مش كفاية ان الطفل يتطور او يتحسن مستوها تمام فمحتاج مني ان انا اشتغل في البيت كل ما هشتغل في البيت اكتر كل معدد الساعات اللي انا هشتغلها مع الطفل بتاعي هتزيد هيتطور اكتر مهاراته هتعلى تدريباته هتزيد هيقدر يعمل المهارات اللي هو بياخدها هقدر بشكل عام ان انا اعلي مستوى او المهارات بتاعته لو احنا بنفترض ان الطفل بياخد جلسة او تلاتة في الاسبوع او بياخد خمس جلسات في الاسبوع في مركز معين فدول خمس جلسات وليه الامر بيروح البيت بيبقى تاية مش قادر يشتغل مع الطفل مش عارف هيعمل ايه او هيشتغل ايه مع الطفل تمام فبييجي دور تدريب الاهل بتضرب الوليه الامر ان هو يقدر يتضرب او يقدر يضرب ابنه في البيت او يعلم ابنه ان هو يشتغل في البيت بشكل سليم ازاي تمام فبييجي هنا دور الاسرة لو افترضنا ان الوليه الامر اشتغل اثناء ما هو بيلبس ابنه خمس دقايق وابنه لسه صحي من النوم في السرير اشتغل معه خمس دقايق اه لو اشتغل معه والطفل بيخسل وشه خمس دقايق واحنا على الفطار خمس دقايق واحنا على الغدا خمس دقايق واحنا مسلا بنلبس الطفل خمس دقايق فانا لو جيت بصيت على الانشطة اليومية بتاعتي لو انا كل فترة اشتغلت فيها خمس دقايق بس اضرب خمس دقايق في عشر قمستاشر عشرين نشاط في اليوم اذا بقى عندي رقم بقى عندي عدد بقى عندي وقت فكل ما هابدأ اشتغل اكتر مع الطفل وكل ما تدريباتي هتبقى منظمة واضحة عامل جدول ثابت عاملت انشطة نفسي حاطلت تدريبات تمرينات حاجات زي دي هتسهل على الطفل ان هو يتطور اكتر ويتحسن اكتر ده تبعا بالاضافة للجلسات يعني تدريب الاهل هيبقى بالاضافة للجلسات يعني الطفل بياخد جلسته في المركز بيروح البيت بياخد انشطة بشكل عام في الحياة اليومية تدريبنا بيقوم على ايه؟ بيقوم على تحليل السلوك التطبيقي او المنهج الا احنا بنشتغل عليه؟ علم تحليل السلوك التطبيقي والتدريب في البقى الطبيعية. التدريب في البقى الطبيعية ده مهم ليه? تمام? فعلا هو لازم يبقى فيه تواصل او فيه الترابط بين وليه الامر والاخصائي. يعني ما ينفعش مسلا ان يبقى الاخصائي شغال الجلسة ومش عايز يعرف وليه الامر هو بيشتغل ايه? او هو بيعمليه داخل الجلسة. من المفروض انه وليه الامر وهو شغال بيقول اه بعد ما يخلص الجلسة احنا اشتغلنا على المهام واحد اتنين تلاتة اربعة وتقدر تدرب في البيت بالطريعة كذا وكذا وكذا. ولو فيه نقطة معينة هو مش قادر عليها او مش عارف يعملها. فبيبدأ الاخصائي يوضح حاله. تمام? احنا طبعا نظرا للافتقار البيئة العربية لبرامج خاصة بتأهيل القهل. فجات الفكرة ان احنا نجي برنامج جديد. بقى له خمستاشر سنة بيطبق في كندا وامريكا. وبدأنا نترجمه وبدأنا نطبقه في البيئة العربية. والحمد لله النتائج بتاعته بقت كويسة جدا. تمام? فالبرنامج قايم على ان انا باستغل الوقت او طول اليوم بتاع الطفل في انشطة. في نهاية الوقت هناخد انشطة خلال اللبس خلال الاكل. ازاي اقدر ان انا اشتغل مع الطفل على جميع الحواس وجميع التدريبات وجميع المهارات اللي احنا بنشتغل عليها. بس ايه فايدت بقى ان انا استخدم البيت? اولا البيت بسعدني ان انا اعمم المهارات. تمام? كمان بدربه في البيئة اللي هو متواجد فيها? بسهل علي ان انا اشرح له او ان انا اعرفه على المكونات الموجودة عنده. يعني انا دلوقتي عايز ادرب ابني. هدرب ابني ازاي? محتاج ان انا احط النفسي قواعد اشتغل عليه. اول حاجة لازم الاول انظم البيت بتاعي او البيئة بتاعتي. يعني المكان بتاعي يبقى خالي من المشتتات. المكان بتاعي يبقى حجمه صغير. مايبقاش مثلا الطفل مساحة عشرة متر خمستاشر متر عشرين متر والطفل راح جاي انا مش عارف اعمل علي كنترول. طب انا ممكن ارتب المكان بتاعي ازاي? ممكن ان انا ابسط حاجة ان انا اعدل المكان. يعني انا دلوقتي مسلا ممكن اغير مكان الدولاب مكان السرير. وابدأ اعمل مساحة مسلا للتدريب بتاعتي متر في متر. من ضمن اه المكان بتاعي اللي انا شغال فيه لازم يبقى خالي من المتشتتات. يعني انا ما ينفعش مسلا يبقى هنا في رسمة وفي هنا طفل شغال والتلفزيون شغال واخوه بيجري واخته بتتنطط واقول له تعالى اقعد انت اشتغل تدريب. هيبقى صعب جدا. فانا لما باجي اقرر ان انا اشتغل مع الطفل او ان انا اعمل معاه مهمة فانا بختار او بحدد الاوقات اللي الطفل فايق فيها. استجابته كويسة. كمان وانت رايح تشتغل مع الطفل يفضل ان انت كوالية امر لازم تبقى فايق. يعني انا ما ينفعش جاي مضغوط من الشغل زرقان مزاجي مش رايق واروح اشتغل مع الطفل. طيب عشان اشتغل مع الطفل اساسا مش هقدر ادي او مش هقدر ان انا ادي له المهام بتاعته او اضربه بشافاءة او بشكل سليم. فانا محتاج ان انا وانا شغال ان انا احدد الوقت المناسب للطفل وكمان لازم اختار المعززات. يعني انا ما ينفعش مسلا ان انا اجيب الطفل واقول له يلا اقعد على الترابيزة. او يلا اعمل كزا. او يلا اعمل كزا. طيب فين المعزز? فين الحافز? حضرتك بتروح الشغل عشان خاطر في نهاية الشهر فيه راتب. طيب الطفل بالنسبة له الحلاوة او البسكوت او اللعبة او الحاجة المعينة اللي انا بديهاله دي هي الحافز اللي بتحفزه ان هو يكمل معايا او يستمر معايا في النشاط او في التدريب. فانا باختار معززات تكون قوية تساعد الطفل ان هو يقدم معايا المهارة. تمام? تمام ايوة بعمل اقراض. بس انا في البداية لما باجي اضرب الطفل ببدأ اشتغل على ايه? انا بدخل عالم الطفل بالحاجات اللي هو بيحبها. يعني انا دلوقتي مثلا اختياري معزز القوة. بس انا لما باجي العب مع الطفل بلعب معه بطريقته هو. باسلوبه هو. بالنمط اللي هو بيحبه. بالطريقة اللي هو بيحبها. يعني انا دلوقتي لو مثلا الطفل بيحب بيلعب بالعربيات. بيحب بيلعب باي لعبة اي ان كانت. بيلعب بمكعبات. بيلعب حتى لو بيلعب بطريقة خطأ. يعني ماسك المكعبات وبيشيلها ويرميها. ويفضيها ويرميها. او ماسك الحاجات بيبدأ يرسها الطريقة. او بيعملها لي بنمط معين. او بشكل معين. انا ببدأ العب معه بنفس طريقته. بنفس اسلوبه. بنفس النمط او الحاجة اللي هو بيحبها. لو حضرتك بتحب تسمح كرة. فحد يكلمك في نفس اهتمامك او في نفس المجال اللي انت مهتم بيه. ده يحفزك اكتر ان انت تعمل حوار معاه وتتواصل معاه اكتر. لكن انا دلوقتي لو حد بيكلمني في حاجة اساسا انا مش مهتم فيها. تمام. انا مش مهتم بالنشاط ده. مش مهتم باللعبة. مش مهتم بالحاجة اللي انت بتتكلمني فيها. مش هتواصل معاك. مش هتفعل معاك. تمام? لما باجي العب معاه. لازم تبقى عيني في مستوى بصر. يعني ما ينفعش الطفل قاعد. انا قاعد على كرسي عالي والطفل قاعد عامللي كده. وبصسلي الفوق. والطفل مرة التانية بتالتة رقابته هتوجعها هتنزل منه تاني مرة مش هيطلع معايا. تمام? فانا لازم ابقى محدد انا عايز ايه? في البداية اهم حاجة ان انا الطفل يتقبلني. يتقبل ان انا موجود معاه. يتقبل ان انا العب معاه. ان انا اشارك في العالم بتاعه. طيب. هنشوف فيديو دلوقتي بسيط على ازاي ان انا ادخل للطفل وان انا اتواصل معاه او اتفاعل معاه. هنا لو نلاحظ ان الطفل هنا بيلعب بالمكعبات بشكل عشوائي. مفيش حاجة واضحة ومفيش حاجة منظمة بيرس المكعبات بشكل خطأ. هنا المدربة او الاين بالتدريب او الام بدأت ان هي تشارك معاه او ان هي بدأت ترس المكعبات. طيب الطفل ما عجبوش النشاط او مش حابب النشاط. بدأ يعمل ايه? بدأ ان هو ينضم او يلعب في لعبة تانية او اخذ المكعبات. بدأ يحطها في العلبة او السندوق اللي قدامه. تمام? او البوكس اللي قدامه. نلاحظ ان المدربة نزلت بعنيها في مستوى بصره. تمام? بدأت تعمل ايه? بدأت ان هي تشيل المكعبات وتحط له المكعب او تدينه مكعب عشان تدخل نفسها في اللعبة بتاعته. نركز بقى معها هتبدأ تعمل ايه? هتبدأ دلوقتي تشارك او تاخد مكعب تبدأ تحطه في المكان اللي هو شغال فيه. تمام? بدأت تشارك. بدأت تدخل في اللعبة بتاعه. بدأت تتفاعل معاه. تمام? وبتدي له واحدة. ولو نلاحظ ان هي الدور بتاعها بيكون سريع اكتر عشان خاطر الطفل يبدأ ان هو يتفاعل معايا او يشارك معايا. فزي ما شفنا في الفيديو كده ان الام او الاخصائية او المدربة بدأت تعمل ايه? بدأت تنزل للطفل تشاركه في العابه اهتماماته الحاجات اللي بيحبها. بحاول اغير بشكل بسيط. بس لو الطفل رافض ده خلاص. انا يهمني في البداية ان هيبقى فيه تفاعل وفيه تواصل وفيه الفة بيني وبين الطفل. الطفل بدأ يتفاعل معايا ويشارك معايا. هو اللي هيجي يمسكني من ايديا ويسحبني ان انا شارك معايا. او هو اللي هيجي يطلب ان انا العب معاه. او هو اللي هيجي يدخلني ان انا اتفاعل معاه. بس انا بلعب معاه باهتماماته هو. بنشاطه هو. الحاجة اللي هو بيحبها. مش اللي انا بحبها. لما باجي العب معاه بلعب باسلوبه. يعني انا بلعب بطريقته هو. مش انا مش شايف ان اللعبة دي صح ودي غلط. او لازم يعمل كده او ما يعملش كده. انا مش هنفي ان انا اقول له اعلمه هنا في البداية الصح والغلط. انا هنفي ان انا يتقبلني. يخليلي اشارك معاه ونبدأ نتفاعل. بدأنا نتفاعل. بابدأ بعد كده واحدة واحدة اغير في طريقة لعبه. وبعد كده بابدأ ان انا واحدة واحدة ازود المدة اللي انا شغال بها او الفترة اللي انا شغال مع الطفل. يعني انا في البداية يهمني ان انا اشتغل مع الطفل بس عشرين دقيقة. خلال العشرين دقيقة دي احاول اجزب انتباه الطفل. اجزب انتباه الطفل. اخليه ينتبه معي. يشارك معي. طيب انا الطفل ما بيبصليش اصلا او ما بيتفاعلش معي او مفيش تواصل بيني وبينه. هعمل ايه? ممكن ان انا اجيب استيكر وحطه على وشي. تمام? ممكن ان انا اجيب المعزز بتاعه مثلا وليكن ده المعزز بتاع الطفل. فهبدأ احط المعزز بتاعه في مستوى بس احمد. وابدأ احط المعزز. هو مش منتبه لي. او مش بصص لي. هو منتبه مع مين? مع المعزز. مرة التانية التالتة بابدأ اخف المعزز. وابدأ ان احمد يرد علي بابدأ اجيب المعزز من جنبي وادهونه. طيب لو انا شغال بقى والطفل. اول ما بيشوف المعزز ما بيشتغلش. او ما بيتفعلش. هو عايز ياخد المعزز اما يبكي او يسرق. بابدأ اعمل ايه? بحط المعزز جنبي في مكان الطفل مش شايفه. اول ما الطفل بيديه استجابة بابدأ احطه انا واديله المعزز بتاعه. لما باجي اختار المعزز او بدي المعزز. فلازم ادي المعزز بشكل سريع. بشكل فوري. يعني ايه? الطفل الداني استجابة ادي له المعزز على طول. ولازم لما بدي له معزز مادي او لعبة او بسكوت او شكولاتة او بمبوني او ايا كان المعزز بتاعه. بقول له شاطر برافو ممتاز. عشان بعد كده لما اجي اعمل تعزيز تفاضلي واسحة بالمعزز المادي. واقول له شاطر وبرافو. يبقى الطفل. متقبل ده. لكن انا مش طول الوقت هدي بمبوني 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 شكولاتة 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 فالطفل بعد كده مش هيعمل لي اي مهارة او اي تدريب غير اذا كان هو بياخد الايه? الشوكولاتة او البنبوني او البسكوت. فانا ببدأ اعزز في البداية لو انا بدرب على مهارة جديدة الطفل مش عرفة. فانا كل مرة بعمل فيها محاولة جديدة او بدرب على التدريب ده. بدي معزز. طيب الطفل بقى عارف المهارة. وانا هدف ان انا احافز على المهارة. فببدأ اعمل جداول التعزيز. فببدأ اشتغل مرة دي تعزيز ومرة لا. ببدأ اشتغل بالتعزيز السابت مرة ادينه ومرة لا. مرة ادينه مرة لا. بعد كده ببدأ اشتغل بالجداول التعزيز النسبية. ادي مرة. كلاتة لأ. خمسة لأ. ودي له مرتين. كده ببدأ اغير في ايه? في طريقة التعزيز بتاعي. هابدي مبدأ الطفل يعمل المهارة معي بشكل مستقل من غير ما يبقى محتاج ان هو يعمل تعزيز. وانا شغال من الحاجات المهمة جدا اللي انا بحتاجها كاخصائي او كولية امر ان انا استخدم المساعدات. المساعدات دي الطفل انا بضربه ان هو يعمل المهارة. وليكن انا عايز الطفل ان هو يكتب. فانا دلوقتي مش اول ما الطفل هتدي له الورقة والقلم هقوم مسك ايديه ويلا نكتب. احنا مش بنضرب كده او مش هدفنا بالمساعدات ان انا كل حاجة ان انا هتدي له فهم مساعداتي. لا دي انا بدي الورقة للقلم والورقة للطفل. واسيبه يشغبط. اسيبه يعمل اشكال. اشوف هو وصل في المهارة الفين. وبناء على ذلك ببدأ احدد المساعدات بتاعتي. طيب المساعدات بتاعتي ممكن تكون جسدية وبتنقسم الى كلية وجزئية. تمام? الكلية ان انا لو بضرب الطفل على مهارة كبيرة زي ان هو يلط. تمام? فببدأ ادي له مساعداته من هنا. بشيل انا الطفل خالص عشان اعرفه الحركة. بس قبل ما بعمل ده لازم الاول انا اعمل نموذج قدامه. بعمل المهارة قدامه. وابدأ مسلا انا عايز الطفل ان هو يقفز او يلط. فببدأ الطه قدامه. تمام? ويشوفني. وادي له التعليمات واضحة. ومش بكلام كتير. نط. تمام? لو انا عايزه يقلدني فبقول له اعمل زي. تمام? فانا اي مهارة بستخدم فيها التقليد فبقول له اعمل زي. خلاص بدأ يعرف المهارة وبدأ يعمل زي وبدأ يقلدني. فبدي له الامر. بقول له نط. تمام? طيب. الطفل مش قادر يعمل. بدي له مساعدات كلية من هنا. بعدين مساعدات من هنا. بعدين من هنا. بعدين اخف المساعدات. بعدين صبع واحد. لحد ما الطفل يقدر يعمل المهارة بشكل مستقل. طيب. لو انا عندي مهارة محتاجة الايد. فبستخدم مساعداتي. لو هستخدم مساعدات كلية. فهتبقى كده. ايدي متحكمة في ايده. بعدين بخف مساعدتي تدريجي تدريجي تدريجي. حد ما بدي له هنا اشارة او بديله تبديه بسيط خالص ان هو يقدر يعمل المهارة. بعد كده بسحب التعزيزي الجسدي وبدي تعزيز لفظي. بعد كده ممكن اديله مساعدات بالنظر. تمام? طيب انا ممكن ادي مساعدات للمسير. يعني ايه? اخلي المسير بتاعي او الحاجة بتاعتي مميزة. يعني انا مسلا عايز ادربه على ان هو يجيب لي ده. تمام? فحط له ده. وحط له حاجة صغيرة جنبه. فهو هيروح للايه? للحجم الكبير. طيب. لو انا عايز اخليله يختار لي حاجة معينة. فانا بحطها القريبة من ايده اليمين. مثلا لان انا متأكد ان هو الحاجة اللي في ايده اليمين هو اللي بيختارها. تمام? فببدأ اقرب له المسير او اخليله المسير واضح او حاجمه كبير او يبقى بارز او لونه مميز او حاجة هو حبيبها في البداية عشان خاطر يبدأ يختارها لي. تمام? بستخدم كمان معاه المحاولات الخالية من الخطأ. يعني ايه? انا عايزه يجيب الالم. هحط له الالم وما فيش قدامه اي حاجة تانية غير القلب. او هتطلد قدامه كورة. فبقول له هات كورة. وما فيش على الترابيزة او الطاولة اللي قدامه غير هي حاجة واحدة بس. اللي هي الكورة. تمام? فبقول له هات كورة. هات كورة شاطر وبرافو بدي له تعزيز. طيب انت بتدي تعزيز على ايه? انا بدي تعزيز عشان انا ببني مهارة او ببني سلوك جديد. او بشتغل على حاجة هي مش موجودة. فانا عايز ابدأ اشتغل على السلوك ده. فبستخدم يا اما التشكيل او التسلسل. تمام? التشكيل ده ان انا الصوت مش موجود عني فببدأ بيقول با فابدأ اديلهم ايه? با با. بابدأ اشكل معاها لحد ما اوصل للمهارة كلية. طيب. عندي بقى بالنسباني لو انا شغال على اللي هو التسلسل. مسلا لو انا بضربه على مهارات زي مهارات الرعاية الذاتية. فانا لو بدربه ان هو يلبس مسلا حاجة زي الشراب. فانا بلبسه الشراب. واسيب اخر ملحرة. بقسم الشراب مسلا ان هو. ببدأ اعمل تسلسل خلفي. بلبس الطفل الشراب كامل. وبس على الطفل ان هو يسحبه جزء صغير خالص. بدأ يعمل للمرحلة دي. تمام? او بدأ يعمل للمهارة دي. ببدأ اديله حاجة اقل. ان هو دلوقتي ببدأ ادخل الشراب في رجل الطفل. وخليها فوق الكعب. وهو يبدأ يسحب لحد ما يوصل لفوق. بعد كده ببدأ ادخله الشراب في ايه? الصوابع. وهو يسحبه يدخله للكعب وبعد كده يسحبه للاخر. فانا ببدأ اعمل ايه? خطوات كده عشان اقدر اعمل المهارة. ودي بنسميها اسمها تحليل المهمة او تحليل المهارة اللي انا شغال عليها. طيب. انا دلوقتي استخدمت التعزيز. عندي التسلسل. التشكيل. تحليل المهارة. طيب. انا فيدي التدريبي للاهل زي ما قلنا. ان انا بستخدم التدريب في البيئة الطبيعية. تمام? تدريبي في البيئة الطبيعية ده بيساعدني على ان انا اقدر ادرب بشكل سليم. طيب انا عندي التدريب على المهارات السلوكية. عشان ادرب على المهارات السلوكية دي فانا هنا بقدم ايه? بقدم تعليماتي الاول وبعدين اعمل دموزج وبعدين العب الدور وبعدين اعمل تغزية راجعة. تمام? هنشوف في الشكل ده. انا لو بدرب على مهارة على المهارات الاستقلالية فانا بعمل ايه? تدريب على المهارات الاستقلالية بقدم الاول تعليمات وبفاهم الطفل انا بحتاج منه ايه? او هعمل ايه? او بدربه على ايه? وببدأ اوضح له انت انا بحتاج منك ايه? وبعدين اعمل نموزج وبعدين العب بالدور بتاعي وبعدين اعمل التغزية الراجعة? طيب انا خلاص دربت الطفل على المهارة او التدريب اللي انا عايز اشتغل عليه ببدأ اوصل لعملية التعميم. التعميم ده. انا بعمل الهدف بتاعي او المهارة. انا كام او كولي امر شغال على مهارة معينة او تدريب معين فانا الطفل بدأ يحقق معايا الهدف ده. او الطفل بيحقق الهدف ده مع الاخصاء في المركز. بس لما بيروح البيت مش قادر يحقق المهارة. فلازم اشتغل على مهارة التعميم. عندي اوقات مختلفة. واشخاص مختلفة. واماكن مختلفة. تمام? يعني انا دلوقتي لو هو بيحقق الهدف مع ماما فبالمفروض ان بابا يشتغل على نفس الهدف وتتا تشتغل على نفس الهدف. وكلنا تشتغل على نفس الهدف. تمام? لو بيحقق او عارف التفاحة فبالمفروض ان الطفل عارف التفاحة في المركز. وعارف التفاحة في السوق. وعارف التفاحة في البيت. وعارف التفاحة لما صورتها بتيجي في التلفزيون. فلازم ان انا اشتغل على التعميم بشكل عام عشان اقدر ان انا اضرب الطفل بشكل عام على المهارات بتاعتي واقدر استخدمها بشكل سليم في الحياة اليومية بتاعتي طيب انا دلوقتي هقدر استفيد من او تدريب الاهل في البيت ازاي اولا بيسعدني على خلق فرص جديدة وفعالة للتفاعل مع الطفل بيخلينا نعمل سيناريوهات وحاجات ونستخدم لعب زي اللعب التخيلي انا بالنسباني انا اهم مدخل للطفل في البيت هو اللعب الطفل بيلعب وباخد منه مهارات الطفل بيلعب وببدأ اشارك معاه الطفل بيلعب وببدأ ازود المدة اللي هو اشغال بيها الطفل بيلعب وبنبدأ نخلي مسلا بنلعب بعربيات فممكن ادربه على الالوان من خلال العربيات ممكن ادربه على الارقام من خلال العربيات ممكن ادربه على حاجات كتيرة من خلال اهتماماته هو فباخد اهتماماته او الحاجات اللي هو بيحبها او الحاجات اللي هي المفضلة عنده وابدأ ادخلها في طريقة لعبه وابدأ اطلع منه نتائج كل ما الطفل او كل ما الطفل هيدي لي استجابة وليه الامر هيحس فيه تفاعل اكتر هيتعفز وليه الامر ان هو يشتغل اكتر في البيت. ان هو يتفاعل اكتر. ان هو يبدأ يستمر معي في التدريب بشكل اكتر ويزود المدة اللي الطفل بيتلقاها او بيستعملها. تمام? طيب. زي ما قلنا? انا لما باجي اتواصل مع الطفل فالاول لازم اجزب انتباهه. انزل مستوى بصره. العب معاه. انزل معاه. اشارك معاه. العب باهتماماته. واشارك معاه بنفس الحاجة اللي هو بيحبها. طيب. انا لو عايز احفز الطفل ان هو يتكلم. او ان هو يشارك. او ان هو يتفاعل. هعمل ايه? تمام? واحنا بنلعب بعربية بي 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 واحنا بنحرك العربية. او ممكن نمسك حاجتين ونغبطهم في بعض فنعمل ان عملوا حادثة فهو عاملوا بوم. تمام? واستغل الحاجات دي ان انا اخلي الطفل يتفاعل او يبدأ يتكلم او يشارك معايا. طيب. ممكن ان هو الطفل لو بيحب الدبدوب فاحنا نعمل ان احنا بنعم الدبدوب. بنأكل الدبدوب. بنشرب الدبدوب. تمام? طيب. انا لو عايز ان انا احفز الطفل ان هو يتواصل معايا. اول ما نسحى ممكن نحط حاجة على وشنا ونلعب لعبة زي بخ وعاو او بي كابو. او نحط ايدنا على وشنا ونعمل بخ وعاو. فده ممكن تحفز الطفل ان هو يتواصل معايا او ان هو يشارك معايا او يستمر معايا في الايه? في التفاعل. كمان ممكن ان انا نبدأ نطف النور ونشغل النور. تمام? ممكن ان انا عالي صوتي. وابدأ استخدم لغة جسدي في التدريب. لغة الجسد بتاعتي ان انا دي مهمة جدا. يعني انا دلوقتي لو باتفرج على ماتش في التلفزيون. خبا اخرى خطيرة يا العرب يا. انا لو في ايدي حاجة هبدأ ابص اشوف ايه اللي حصل او الكرة دي خطيرة او ايه اللي حصل. تمام? فانا لازم وانا شغل مع الطفل. فلازم يبقى ايه? صوتي يعلى ويوطى واغير من نبرة صوتي. عشان ابدأ اجزب الطفل وحسسه ان الموضوع شيد جدا. تمام? طب لو عانت للطفل عمل مهارة ولو بسيطة جدا. ابدأ شاطئ برافو ايه? وابدأ احفز الطفل. كل ما هحفز الطفل اكتر وهديه له تحفيز اكتر. هيبدأ هيحس ان هو عمل حاجة كبيرة جدا. او مهارة عالية جدا. فهيبدأ ان هو ايه? يستمر او يشارك اكتر. ويبدأ يندمج معي في اللعبة اكتر. طيب. وانا شغال حسيت من الطفل بدأ يعلى مني او يهايبر مني. فبعمل ايه? بابدأ انزل بالانفعالات بتاعتي ولغات جسدي وصوتي لحد ما الطفل يبدأ يهدى تاني وبعد كده نبدأ. نستمر في التدريب بتاعنا. تمام? طيب. انا ممكن ادربه على المعكوسات. ان احنا نعمل ايه? ناعم وخشن. وطبعا كلنا في البيت عندنا حاجات ناعمة وحاجات خشنة. ممكن ادربه على اللبس مثلا التقيل والخفيف. صيفي وشتوي. ناعم. ومسلا ممكن ادربه على سخن وبارد. عندي دلوقتي تمام. يعني انا دلوقتي لو وجدت له كوباية سخنة وكوباية باردة موجودة في البيت اكيد كلنا عندنا. هبدأ امسكه دي وامسكه دي وابدأ اعمل ايه? اخلي الطفل يميز الحاجات دي ونبدأ نشترك مع بعض ونتفاعل مع بعض. تمام? طيب. ابدأ ادخله اخليه يطلب. يشاور. تمام? يعني انا يهمني ان الطفل يشاور على احتياجاته. الطفل ده محتاج ان هو يشاور. فانا هعمل ايه? هبدأ احط له الحاجة اللي هو عايزة. انا عارف ان الطفل عايز العربية. او عايز الكورة. او عايز المكعب. فهاجي على مكان عالي. وابدأ احط المكعب بتاعي او اللعبة في مكان عالي. الطفل شايفها بس مش قادر يمسكها. الطفل شايف بس مش قادر يمسكها. فهبدأ اعمل ايه? احطها في مكان عالي. والطفل يبدأ. هو الطفل مش قادر يتكلم او مش بيتكلم. فانا هروح اخليه. نبدأ نشاور. كورة. كورة. ونبدأ نروح نجي بالكورة. ودي له الكورة. وبعدين اخدها. اشيلها. وحطها فوق في مكان عالي تاني. وابدأ اخلي الطفل يكرر نفس الايه? الموضوع تاني. ويحاول ان هو يوصل للايه? للكورة. فانا بعمله ايه? بخلق له فرص ان هو يتفاعل. ان هو يشارك. ان هو يستمر معي في الايه? في التفاعل. تمام? اجزب انتباهه وحط له حاجات مرحة. يعني انا دلوقتي مثلا الطفل بيلعب بالكتار او بيحرك عربية فانا ممكن او بيحرك العربية فانا احطت ايه قدام العربية. هو هيعمل ايه? هينتبه مين اللي حط ايه قدام العربية. او مين اللي عطل اللعب بتاعي. او مين عطل طريقة اللعب. فهيبدأ ينتبه لي. وبعدين اخلي يكمل تاني اللعب. وبعدين ابدأ اعرقله. العرقالة دي بتعمل ايه? بتخلي الطفل يغضبه ان فيه ناس موجودة حواليه. او فيه ناس موجودين. او فيه ناس حواليه. فبيبدأ ان هو يتفاعل معي او يشارك. طيب انا لو عندي سلوكيات او رف رفا او غيرها من السلوكيات. انا ممكن اعمل ايه? بعمل استبدال السلوك ده او الحاجة دي. بمهارة تانية. يقدر الطفل استفيد منها. طب انا لو عندي الطفل باي حاجة بيلاقيها قدامه على الترابيزة بيبدأ يرميها على الارض. انا هعمل ايه? هبدأ ااخد الحاجات دي. اجيب كورة مسلا ونرميها في سلة. او اجمع المكعبات ونحطها في السلة او نرمي في السلة. فانا اخدت نفس السلوك بنفس الحاجة. وبدأت او موظفه في مهارة تانية او حاجة تانية بشكل سليم. طيب انا دلوقتي لو الطفل بيسرخ لما بيبقى محتاج حاجة. فانا بعلمه ان هو يجي يطلب الحاجة اللي هو محتاجها. تمام? فانا دلوقتي ببدأ اشتغل على المهارات دي وحاول ان انا ايه? ابدأ ازود تفاعلي معاه وخليه شارك معايا بشكل اكبر. طيب. انا دلوقتي مسلا لو عايز ادرب ابن على مهارة معينة. فلازم الاول اكون انا بقدر او عارف ان انا بقدر اعمل المهارة دي بشكل سليم. يعني انا دلوقتي عايز ادرب حد ان هو يتعلم سباحة. او ان ادرب حد ان هو يسوق عربية. هل اقدر ادربه ان هو يسوق عربية? وانا اساسا مش بعرف اسوق? فالطبيعي لا. فانا قبل ما ادرب ابني على اي مهارة لازم الاول ادرب عليها. احاول ان انا اعملها. احاول ان انا اتفاعل او ان انا ادرب نفسي عليها. قد النفسي بس عشر دقايق. عشر دقايق قبل ما اضرب ابني لازم الاول اضرب نفسي الاول. انا عايز اضرب ابني على المهارة دي. فانا ببدأ قدام المراية او بقعد مع نفسي. وحاول اعملها. هلاقي نفسي باغلط. انا الغلط اللي انا بعمله ده بعد المرة التانية التالتة. وببدأ اشوف انسى بطريقة اقدر اضرب بها ابني. تمام? طيب انا لو عندي مهارة كبيرة زي انه انا عايز الطفل يقفل المياه او يفتح الحنفية ويغسل ايديه مسلا. فانا الاول بقسم المهارة الكبيرة دي لحاجات صغيرة. بتيجي هنا دور تحليل المهمة. انا دلوقتي عايز اغسل ايديه فانا بروح الاول بفتح المياه وبعدين احط يديه تحت المياه وبعدين اجيب السابون وبعدين احرك السابون في ايديه وبعدين احرك ايدي كده وبعدين ابدأ ان انا ايه? اغسل ايديه وبعدين اروح اجيب الفوطة وانشف ايديه. لو جيت عدتهم هلاقي مسلا انا عملت سباح تبا خطوات. لما باجي ادرب الطفل مش مدرب الطفل على المهارة كلها مرة واحدة. انا مدرب الطفل على ايه? على خطوات. خطوات ازاي? يعني انا في البداية لو انا عايز ان هو الطفل يغسل فانا هدربه ان هو يفتح المياه. بس كده. ده شاطر وبرافو بعزز. بعدين المرة التانية بيفتح المياه او بيفتح الحنفية ويحط ايديه تحت المياه. المرة اللي بعدها بيحط الصابون ويحرك ايديه بالصابون. المرة اللي بعدها بينزل الصابون من على ايه? المرة اللي بعدها بيبدأ ان هو يقفل المياه او يقفل الحنفية. بعد كده بينشب الفوطة. فانا كل خطوة ببدأ ادرب عليها ببدأ ان انا ايه? اعززه عليها. يعني انا في البداية كنت بعززه ان هو يفتح المياه. في المرحلة التانية بعززه ان هو يفتح المياه ويغسل ايديه. يحط ايده تحت المي. المرة اللي بعدها بعمل تعزيز تفاضلي. وببدأ عزز الخطوة التالتة. المرة اللي بعدها بعزز الخطوة الخمسة. المرة اللي بعدها طيب. احنا قلنا ان احنا عندنا لازم اليوم بتاعي يبقى منظم. منظم ازاي? يعني انا حاطي الجدول ثابت لنفسي. يعني انا هصحى من النوم. هشتغل مسلا على الطفل او هنشتغل مع بعض واحنا لسه في السرير. فاحنا ممكن نحط البطانية ونشيلها على والشنة ونغطيها ونشيلها ونغطيها واعمل ان انا دايم ونعمل لعبة تخيولي. وسحيت من النوم. فنبدأ نعمل ايه? جو مرح. وفي تفاعل بيني وبين الطفل وفي ايه? الفة من الطفل واحنا لسه في السرير. ما قمناش من السرير. تمام? بعد كده هنقوم نغسل ايدينا. فوانا بغسل ايدي ايه? هقول له ايد. وكل مرة هدخل اغسل ايدي ايه? فاقول له ايد. فانا دلوقتي دربته على مفهوم ايه? ايد. ويه? ممكن اهدربه على لعبة بخ وعاو. او ان دربه على لعبة معينة او مهارة معينة موجودة في البيت. بعد كده ببدأ ان انا المهارات بتاعتي او اليوم بتاعي ببدأ احط له انشطة يومية. يعني انا لو حطيت نشاط وانا بنبس الطفل وانا بأكله وانا احنا بنلعب واحنا بنشارك واحنا في المقرباز واحنا في المواصلات واحنا في المشروع واحنا في كزا واحنا في كزا فطول اليوم بدل الطفل ايه? مهارات. بس لما ايجي اقول له معلومة ما قلوش شفت العربية السريعة اللي بتجري الطفل مش هيستوعب ده. انا بقوله الكلمة ايه? انا عايز ادربه على كلمة عربية. فهشوف عربية? عربية. تعال انشاور على عربية. عربية. وابدأ اشاور على الايه? على الحاجة اللي موجودة عندي. تمام? هابدأ اشاور عليها وابدأ اقررنه اسمها. يعني انا لو مدربوا على كورة فانا لو قلت له دي ايه? كورة كبيرة? حمرة? ملونة? صويرة? طويلة? كزا? كزا? انا مديتش كلمة كورة غير ايه? مرة واحدة. انا يهمني ان انا اقرر كلمة كورة مرة اتنين. تلات اربعة عشان الطفل يفهم ان انا قصد ان دي اسمها ايه? كورة. او مفهوم دي اسمه كورة. يعني انا دلوقتي لو قلت له دي كورة حمرة كبيرة صغيرة. اه بننعمل بها كزا. انا قلت له كورة مرة. لكن انا كورة كبيرة. كورة حمرة. كورة كزا. كورة كزا. كورة كزا. انا قررت كلمة ايه? كورة كتير 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 فبقت بالنسبة لي كلمة باستخدمها بشكل مستمر. فهيبقى سهل على الطفل ان هو يسترجعها بعد كده. طيب عندي من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اشتغل عليها زي مثلا ان انا في كل مرة هنأكل هبدأ اقول له ايه? اكل. 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 فكلمة اكل دي بدأت اقررها مرة. بقررها وانا باكل. تمام? تمام. بنخل المفهوم بشكل كتير. او هستخدم كلمة بشكل محوري. شكل محوري يعني انا بستخدمها بشكل مستمر مستمر لحد ما الطفل يبدأ يستعملها او يبدأ ان هو يبقى فاهم معناها او عارف هي ايه دي او مسلا كزا. خلاص الطفل بقى عارف ايد ببدأ ادخله مفهوم جديد او مصطلح جديد او كلمة جديدة. تمام? فانا ممكن استخدم كلمة اكل ايد اخسل البس انام اشرب خمس خمس مفاهيم استخدمتهم. خلصت منهم? الطفل بدأ يستخدمهم? بدأ يتعامل بهم? خلاص ببدأ ادخل مفاهيم جديدة في مفاهيم جديدة في مفاهيم جديدة لحد ما الطفل يبدأ ان هو ايه? يتفاعل معي بشكل اكتر وبشكل افضل ويبقى فيه تفاعل بينه وبينه. طيب. انا عشان اقدر اعرف ابني بيحب ايه وبيحب شيء فالاول لازم اشوفه. يعني ايه اشوفه? يعني انا الاول بجيب ورق او وبقعد اشوف ابني بيلعب بايه? يلعب بمكعبات. كرة. ااااااااااا لعبة. وبقعد اشوف هو بيستخدم كل لعبة قد ايه? يعني هو بيستخدم العربية تلات دقايق. العروسة خمس دقايق. الكرة ست دقايق. فانا دلوقتي بقى عندي ايه? يعني الصح هادي له تفاصيل الكرة ولا اركز على الكلمة. في البداية ايفضل ان انا اركز على الكلمة. تمام? فالافضل ان انا في البداية لما بدرب على مفهوم فيكون تركيزي اكتر على المفهوم. الطفل بدأ يعرف او بدأ يحاول او يستخدم الكلمة. ببدأ ادخله ايه? زي ما بنستخدم في تحليل السلوك اللغوي. يعني انا ببدأ ادي له الحاجة ووظيفتها واستخدامها وشكلها ومجموعتها والصفة اللي بتنتمي لها. بدي له تفاصيل حوالين الكلمة عشان ابدأ اكون ايه? جملة. لكن انا في البداية بدربه على ايه? كرة. عرف الكرة. كرة كبيرة. كرة حمرة. كرة بنلعب بيها. الكرة دي لعبة. كرة دي كزا. كرة دي كزا. ده بعد ما خلاش بقى عارف المفهوم. بس وانا باشتخدم الحاجة فيفضل ان دي انا يبقى كلامي او كلمتي حاجة ايه? مجرد. يعني الكرة فيبقى تركيزي كله على الكرة. بدرب على ايد فكل تركيزي على ايد. عين فكل تركيزي على عين. طيب انا ممكن ادرب على عيني بحاجة مضحقة او حاجة مسلية. ان انا هجيب نضارة بلاستيك بتاعت اطفال. وهبدأ ان انا هحط له ايه? نضارة من غير عدسات فهو انشور على العين. او انا لو عايز ادربه على ايد فانا ممكن اجيب له دايرة. ونبدأ نحط ايدينا جوا دايرة. فانا اقول له ايد ودخل ايد. حط ايد جوا الدايرة. فانا دلوقتي لو معي دايرة او معي شنطة. والطفل حطيت ايدي قدامه فهو بدأ يحط ايد. فكل مرة هيحط ايدي هبدأ اقول له ايد ايد ايد. فهو هيبدأ يفهم اني دا ايه? مفهوم ايد. او ان انا نضارة فعلى العين. او انا دلوقتي مسك مشت على الشعر. فالحاجات دي هي تعتبر العاب وبقدر وبتساعدني كمان ان انا اضرب المفهوم. وبتسهل علي ان انا ايه? ادخل المفهوم بشكل افضل. يعني انا لو معي مشت وبسرح الشعر وامسك المشت واسرح. الطفل هيعجبه الايه? الفعل. او الحركة بتاعي دي. او هيعجبه ان هو يحط ايده جوه حاجة. تمام? او لو انا دلوقتي عايز ادربه على المفهوم مسلا فوق وتحت فانا هخلي الطفل يطلع فوق الترابيزة. فهو كده بقى ايه? فوق. لو انا عايز وتحت فهو ينزل تحت الترابيزة. فانا دلوقتي بقى هو بضربه بايه? بستخدم جسمه هو ان هو يعمل معي المهارة او التدريب. فده بيسهل على الطفل ان هو يستوعب الايه? الحاجة اللي انا بدرب عليها. تمام? بس انا ما بنتقلش من مهارة او هدف غير لما يكون الطفل حقق الهدف. طيب. انا اعرف ان الطفل حقق الهدف ازاي? او المهارة ازاي? لو انا اديت عشر محاولات. ممكن تاني راجع شوية. راجع شوية يعني. لو بط. كورة وما فيش غيرها. وانا بعزز وقاله شاطر. طيب. انا دلوقتي مفيش قدامه غير كورة. تمام? وبقول له شاطر وبراظو. انا بعمل ايه? هو ده اسمه بنسميه تعزيز الخلي من محاولات الخطأ. مفيش خطأ. مش هيغلط. هي مفيش غير دي. بقول له كورة. هو بيديني كورة شاطر برافو. بعد كده تمام? ببدأ ادخله ايه? حاجة تانية جنب الكورة. وخليه جيب لي الايه? الكورة. يعني انا حطت له حاجة تانية جنب الكورة. بس انا تركيزي كله ان هو هات كورة فين كورة اديني كورة. ده لو انا ايه? هدف استقبالي. ان انا هات كورة فين كورة شاور على كورة. يبقى انا دلوقتي بقول له هات فين شاور? ده لو انا بستخدم ايه? طلب او بقول له لغة استقبالية او طلب. فبقول له هات فين شاور? طيب. لو انا هدف ان انا يسمي الكورة. فانا بحط له كورة ويبدأ ان هو كورة. طيب الطفل ما بيقولش الكلمة وبيقول لي صوت بس. بعززه ان هو يقول الصوت. كو. بعد ما يقول صوت كو. كورة. ببدأ ادي له ايه? مقطع في مقطع لحد ما يقول الكورة. بس انا لو بضرب على زي ما حضرتك كده بتقول في البداية مفيش غير كورة. ببدأ اضربه على كورة بعد كده ببدأ احط حاجة تانية مشتت. يعني انا مسلا وليكن دي كورة. ببدأ احط له ده مشتت. بعدين كمان مشتت تانت. بعدين مشتت رابع. لو الطفل جاب لي الحاجة دي من ضمن اربع مشتتات. فعشر محاولات جاب لي تسعة منهم صح. فازن الولد كده حقق معي الايه? المهارة وبقى عايف كورة. يعني ده نسبة النجاح بتاعتي فوق التمانين في المية. طيب اقسها ازاي? لو انا عملت عشر محاولات فهو يجيب لي على الاقل تمانية صح. تمام? فكده اقول ان الطفل اتقل المهارة. طيب كمان اعمل ايه? اروح لعملية التعميم زي ما قلنا ان التعميم مهم جدا. فانا دلوقتي الطفل ممكن يكون بيعمل معي الاستجابة بس ما بيعملهاش مع الاخصاء التاني. او ما بيعملهاش مع بابا. او ما بيعملهاش مع مابا. فانا هعمل ايه? هجيب شخص تاني واقعد اعمل اقترام بيني وبين الشخص ده. انا قاعد موجود جنب الطفل وببدأ اعمل المهارة واطلب من الطفل يجيب الحاجة. وبعدين شخص تاني يطلب منه ان هو يديني الايه? الكرة. بعدين ابدأ احط له الكرة في وسط مجموعة العام وهو يروح يبحث عن الكرة ويجيبها لي. تمام? طيب زي ما قلنا ان هو نسبة الاتقال لازم تبقى تسعين في المية. يعني عدد المحاولات بتاعتي لو عملنا عشر مرات فهو يديني ايه? تمام او مرات او تسع مرات صح. تمام? كده اقول ان الولد اتقل الهدف. بعد كده ببدأ احمل الهدف مع اشخاص تانيين واماكن تانيين. تمام? انا زي ما قلنا ان انا لازم يبقى فيه خلق فرص الطفل بيجري وبيتحرك رايح جاي رايح جاي فانا ممكن اقف قدامه. او ممكن اقع لعب مع لعبة زي مسلا توت توت او كطار او مسلا الكطار سريع توت او الكطار بطيء ممكن احرك اللعبة بسرعة وحرك اللعبة ببطء. تمام? اه اخلي فيه تفاعل واساعده ان هو يتضرب على المهارات الجديدة. الادوات بتاعتي ما ينفعش ان انا احط له خمستاشر لعبة عشرين لعبة فالطفل يبقى مشتت معي. تمام? فانا بستخدم لعبتين او تلاتة في الاسبوع. تلاتة او اربع العب بس بالكتير خالص في الاسبوع. ليه? لأنا دلوقتي لو بستخدم العب كتيرة جدا. الطفل هيلعب بالمكعبات شوية. هيمل منها. هيلعب بلعبة تانية. هيمل منها. هيلعب بلعبة. فهاجي قدامه ادربه بالحاجة. فهو قدامه العب كتيرة. فبقى بالنسبة له ايه? خلاص. انا مليت من اللعبة دي. فخلاص مش لاعب. لكن انا دلوقتي هي لعبتين تلاتة بس اللي متاحين. بعد كده بابدأ اشيل اللعبتين دول وحطت اللعبتين تانيين. وبعد اسبوع باشيل اللعبتين اللي الطفل تعود عليهم وحط اللعبتين اللي هو كنت بستخدمهم من اسبوعين او من تلاتة. فالطفل بالنسبة له هيبقى عنده حابب ان هو يلعب بلعبة. بقى له فترة طويلة ملعبش بيها. لكن انا دلوقتي لو كل يوم قدامي مسلا اكلة معينة اكلة معينة اكلة معينة. تمام? فحيمل منها. صح كده? ايوه مضبوط. همل من الحاجة دي كل يوم كل يوم كل يوم بقى تروتين بقى خلاص بقى. لما يبقى عندي اللعبة دي. وكل شوية بغير. واشي اللعبتين. واجيب لعبتين. واشي اللعبتين. واجيب لعبتين. فالطفل هيبقى عنده ايه? شغف ان هو يلعب باللعبة اللي بقى له فترة ملعبش بيها. تمام? من دور المهم جدا ان انا اخلي الطفل هو قائد اللعبة. يعني ايه قائد اللعبة? يعني انا مش لازم ابقى المتحكم في اللعبة. اعمل كزا. خلي كزا. سوي كزا. انت لو مديرك في الشغل كل شوية. تمام? بيقول لك اعمل 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 اعمل. انت هتزهق من الشغل. مش هتبقى حابب تشتغل. مش هتدي بشكل كويس. صح كده? مديرك بتحس ان هو متسلط عليك. مش مديني فرصة ان انا اشتغل براحتي. تمام? فده بيخلي الطفل او بيخلي الشخص ما بيبقاش حابب الشغل. انا مش عايز اوصل للطفل ان هو يبقى كاره التدريب. او مش عايز يشارك. او مش عايز يتفعل. لأ. ده انا بخلي الطفل هو قائد اللعبة. هو الايه? المتحكم في اللعبة. ودون ان انا اساعده في البداية يلعب. بعد كده ببدأ اوجه واحدة واحدة وغير اللعبة بتاعي للطريقة الصحيحة. بس انا بلعب معاه باسلوبه بطريقته زي ما قولنا. بخليه قائد لعبة اه اطفال الطفل متعودين على الروتين. حلو جدا. احنا متعودين على الروتين. عند روتين مسلا ان هو بيرمل حاجات. تمام? اي حاجة قدامه بيرميها. انا ممكن اعمل ايه? ارميها في بسكت. ارميها في سلة. طيب. عند طفل متعود ان هو يلعب بعربية كده كده. بسك العربية او قاعد يلعب بعجل العربية او بيحرك العربية بشكل معين او بنمط معين يوميا. هعمل ايه? هنزل معاه واقعد معاه نفسي الاعلى. لو نايم على الارض هنعم على الارض زيه. وهبدأ اجيب لعبة نفس اللعبة بتاعته او نفس الاداة. وابدأ اعمل نفس الروتين بتاعه. الطفل هينتبه. تمام? طالما الطفل انتبه لي. هبدأ ان انا العب معاه واحرك واعمل زيه بالزبط بنفس طريقته. بعد كده بابدأ اسحابه لي بقى. اسحابه لي ازاي? بابدأ الاول كنا بالحركة العربية بنحركة كده. نجيب العربيتين ونغبطهم في بعض. تمام? ممكن ان انا اجيب كرة حطها فوق العربية. او ممكن افترض ان العربية مش ضيفة او مستسخة او عايزة تتغسل. فنجيب قطنا ونبسح العصبية نغسلها. تمام? يعني عايز طول النهار ينط على كرة تنشم ولو غيرت سراغة. تمام? انا ممكن اعمل ايه? ممكن دلوقتي هجيب اه رسمة مثلا وليكن ارقام. والنط على الارقام. واحد. والنط بعد كده على الاتنين. ونعمل واسب على التلاتة. والنط على الاربعة. والخمسة. فانا دلوقتي دخلته في ايه? في نشاط. او في لعبة. او في تدريب. تمام? فانا دلوقتي ممكن احط له انا كمان حواجز. واخليه نط فوق الحواجز دي. فانا دلوقتي غيرت في ايه? هي نط نفس الحكاية انه هو بينط. بس بينط بشكل ايه? انا موجهه لشكل سليم. يعني هو بيعمل تمرين رياضي انه هو بينط على حاجة. تمام? طيب. انا دلوقتي لو الطفل بالنسباني طول اليوم مستمرة على نفس النشاط. فانا ممكن اسحب النشاط خالص اللعبة او الترمبلين اللي موجود قدامه ده. او الكورة اللي موجودة دي. هبدأ اسحبها. وحط له انشطة تانية حرقية بتخدم نفس الهدف او نفس الوظيفة. بس الاول ابقى عارف الهدف من التدريب او الطفل بيعمل المهارة دي ليه? تمام? ممكن تكون مسلا بيعملها ليه? يعني لو مشكلة حسية فانا اشتغل على الجانب الحسي. تمام? لو هي نازمة سلوكية فانا هبدأ ادخله حاجة تانية تديني نفس الغرض او نفس المهارة او نفس التدريب. بس انا الاول ابقى عارف الطفل بيعمل الهدف ده ليه? او بيعمل النشاط ده هياخد او هيستفيد منه ايه? انا عندي اربع وزيف للسلوك. تمام? انا لازم اعرف وزيفة السلوك ايه? او الطفل بيعمل السلوك ده ليه? وبناء على ذلك هبدأ احط له التدخل السليم. ممكن الطفل يكون بيعمل التدريب ده او النشاط ده عشان مسلا اه مش واصل اشارة عصبية للمخ تقول ان الجزء ده شغال. فبيبدأ يتمطط. او مسلا اه الطفل بياخد مسلا اه حاجات سكريات كتيرة وحاجات كده فبتبدأ تساعد او بتخلي الطفل يounce. فحاول اشوف لو الطفل بياخد حاجات فيها سكريات او فيها اآ شكولتات او حاجات زي كده بتساعد الطفل ان هو يتحرك كتيرة فانا ابدأ اقلل للحاجات اللي ايه? بتخلي الطفل يتحرك كتير. تمام? فانا هبدأ اشوف الحاجات اللي ممكن تعمل تأثير او الاكلات اللي ممكن تخلي الطفل يتشتت او تقلل من تركيز او تخلي عدقيaye فارط حركة. وابدأ امدحها من الطفل. وابدأ اغير الروتين اواخد التدريبات بتاعته بنفس الطريقة او بنفس الاسلوب بس احطها في نشاط هادف او بنشاط ايه موجه. بعد كده بابدأ ادخلو في نشاط وبعد كده اسحابه ادخلو في نشاط تاني وبعد كده ناخد نشاط حركي واندخلو في نشاط تاني ونشاط حركي نشاط تاني. فأيمن لي ابدأ ايه? هحاول ان انا اقسر الايه? التقرار عنده او الحاجة اللي هو متعود عليها بشكل مستمري. فوانا شغل مع الطفل اتجنب الاسئلة. يعني انا مش ايه دي? كل ما اشوف حاجة قدامي ايه دي? ايه دي? ايه دي? ايه دي? ايه دي? ايه دي? الطفل الطفلة هيميل. هيزها. انت مش انت مش في الاختبار وكل شوية بتسأل الطفل ايه دي? عايز تدي له معلومة? اديها له مباشر. كورة. نلعب. واسيبه يكمل. يعني انا بعمل ايه? يلا نلعب وابسك في ايدي الاداة. او حط الاداة على مكان عالي. او حط الاداة في شكل ملفت بس الطفل مش قادر يوصل لها. يلا نلعب. واشاور له عليه. عشان هو يبدأ ايه? ينطق او يحاول يكرر او يقول للايه? الحاجة اللي هو عايزها. تمام? فانا هتخليته يبدأ يقول لي كورة من غير ما اقوله ايه دي? فهو يقول لي كورة. طيب. مرة التانية مش هيبدأ حابب ان هو يرد على الاسئلة بتاعته. تمام? فانا. بحاول بقدر المستطاع ان انا اتجنب الاسئلة. وتجنب الايه? التوجهات. طبعا هيقابلني حاجات صعبة. حاجات هتاخد مني مجهود. فيبقى عمدي صبر. اه انا هشتغل. اه الطفل مش بتجي استجابة. اغير طريقتي. احاول ان انا اغير الاسلوب بتاعي. اشوف افضل طريقة ان انا اقدر ادرب الطفل ايه? هقدر ادربه ازاي? الشكل ازاي? اه ودايما وانا شغال ارائب الطفل. ويه لازم يبقى معايا معزز. ده حاجة اساسية جدا. ويه وانا شغال اه لو الطفل عمل سلوك خطأ. طبعا مش هيضر نفسه. مش هيضر تاني. مش هيعوك العملية التعليمية بتجاهل. بتجاهل. يعني ايه? الطفل عمل سلوك معين. فانا قلت له لأ خطأ بس. وماما زعقت له. فالطفل عجبه ايه? عجبه ماما ان هي انتبهتلي. وثبت اللي في ايديها. وجات ركزت معايا. فهو اخد ايه? اخد انتباه. اخد حاجة اسمها وظيفة انتباه. فهو انتبه له. الام انتبهت له. ركزت معاه. سرخت عليه او عياتت عليه. او صدت عليه عليه. فالطفل بدأ ايه? يضحك. ويكرر نفس السلوك الخطأ. حتى لو ادرك انتراك مش حلو غير النط ده مش مش مشاكل الحسية غيره برضه لانه والله الطاقة بتاعتي بتخلص. تمام? طيب. احنا نحاول ان احنا. طيب. احنا ممكن نلعب معاه ايه? اه الطفل حاضر. هجاوب حضرتك على بسرعة. بس تمام? بس انا دلوقتي اه واحنا بنجري اه انت حضرتك بتجري او بتلعب مع الطفل او بتنطق كتير. تمام? ممكن نلعب معاه لعبة زي لعبة اللستون مية. اه هو استخبه وانا اجري وراه وهو يجري وراي. تمام? فاحنا بنلعب لعبة. فانا اعوده ان هو يدخل واسلا ورا السطرة ويقف وراها فترة. تمام? بس انا دلوقتي اه طيب حضرتك اه حريتي فوق اه اه حريتي فوق. اه الطفل ده بيقعد معي فترة قد ايه? يعني ممكن حضرتك تقولي مسلا ده الطفل ده بيقعد على كرسي فترة قد ايه مسلا? او لو هو قاعد في تدريب بيقعد فترة قد ايه? اه لحد ما حضرتك ترد. اه بالنسبة لي لو الطفل بيمل بسرعة فانا بعمل ايه? الطفل بيمل بسرعة. بابدأ اغير التدريبات بتاعتي. يعني انا ما بقاش ايه? سابت. التدريبات بتاعتي ما تبقاش روتين كل يوم كل يوم ده في ستدريب. تمام? بابدأ مثلا احنا بنلعب بعربية. اه لعبنا الاسبوع ده بعربيات. الاسبوع اللي بعده مقعبات. الاسبوع اللي بعده كزا. طيب. الطفل بالنسبة لي لو اشتغل معي عشرين دقيقة بس. في البداية حلو جدا. المرة اللي بعدها او بعدها بيومين تلاتة اخليم خمسة وعشرين. بعد كده تلاتين. بعد كده خمسة وتلاتين. بعد كده اربعين. بعد كده خمسة واربعين. بزود تدريجي. لكن انا مش مرة واحدة الطفل ما بيقعدش معي خالص ولا بيقعد على لكرسي ولا دقيقة. واقول له مرة واحدة اقعد معي ساعة. مستحيل. لكن انا بعمل ايه? ببدأ اضرب الطفل ان هو يقعد على الكرسي. تمام? يقعد على الكرسي اه لما يقعد على الكرسي هتدله معزز. تمام? انا لو عايز اضرب الطفل على البداية خلص ان هو يعود على الكرسي لو الطفل عندي ما بيقعدش على الكرسي فهو لو الطفل بس لبس الكرسي وان فبدله بعز الشطر وبرافو. المرة اللي بعدها بخليه يقعد على الكرسي لمدة دقيقة بس. بعد كده لمدة دقيقتين. بعد كده لمدة تلات دقائق. بعد كده المدة اربعة دقيقة. مع التعزيز. كل مرة بعزز الايه? الفترة الاقوال او المدة الاطول. يعني انا لو كانت تعزيزي في البداية. ان هو يعود على الكرسي. المرة اللي بعدها يعود تلاتين سانية. المرة اللي بعدها دقيقة. فيبقى تعزيزة على تلاتين. المرة اللي بعدها يبقى تعزيزة على اربعين. المرة اللي بعدها على خمسين. المرة اللي بعدها على ستين. اه حريتي فوق. لو انا بالنسبة للجلسة بتاعتي ساعة. فانا احاول اقل للمساحة بتاعت اللي انا اشغل فيها. يعني انا بالنسبة لي لو شغل في مساحة عشرة متر. الطفل هيجري مندي ويروح مني هنا وهنا وهنا ومش يقدر اسيطر عليه. لكن انا لو شغل في مساحة اتنين متر. انا وهو قاعدين على الارض. آآ الطفل مسلا لو مع انا لعبة او ادى زي المكعبات مسلا فانا وعزو يركب مكعبات. الطفل مش عايز يركب المكعبات او احنا اعدين فمساحة صغيرة فالطفل مش عارف يطلع براه المساحة ففي قدام انا و مفيش قدام محدي تاني. هبدأ اعمل ايه? انا همسك المكعبات وابدأ ارص المكعبات ولا كأن الطفل موجود جملي. ولا كأنه موجود. 1. وببدأ وانا شغال بمسك مكعب. او اعمل ان المكعب واقع مني من غير ما الطفل. من غير ما حسس الطفل ان انا رميci المكعب. الطفل هيبدأ يعمل ميه? هيمسك المكعب. بعد كده اخليه يجي يشارك او اديرو مكعبات mình ويبدأ يشارك. بعد هين ادخل واحدة واحده هو يركب واحدة انا واحدة ونبدأ ندخل مع بعض في ايه? في تفاعل او ان احنا نبدأ نشارك مع بعض. بس كل ما انا الطفل بيتحرك كتير فانا احاول بقدر المستطاع اقلل المساحة اللي انا شغال فيها. ممكن اعدل المساحة ازاي? ان انا اعدل المكتب بتاعي. اجيب المكتب كده والدولاب الادوات كده ويبقى عندي مساحة صغيرة. هي دي المساحة اللي هنشتغل فيها الجلسة. فكل ما هتبقى المساحة صغيرة كل ما هتبقى ايه? اكتر. طيب في البيت بيقعد او في الجلسة في الجلسة بيقعد لكن في البيت مش بيقعد. الطفل في الجلسة شغل معي وبيقعد مع الاخصائي. تمام? ليه? الاخصائي بيقدر يتحكم في الجلسة. طيب انا عشان اقدر اخلي الطفل يبدأ يشتغل معي في البيت. اعمل ايه? زي ما قلنا? يبقى عندي مكان ثابت يوميا انا بشتغل فيه. محدد مساحة معينة بشتغل فيها. وليكن متر في اتنين متر. او متر ونص في متر ونص. دي محددها معدل الدوليب السراير بقى احدد مساحة صغيرة. تمام? بنبدأ ندخل المساحة دي ونبدأ نحضر الادوات اللي انا هستخدمها. يبقى انا ضروري احضر الادوات او الحاجة اللي انا هستخدمها في تدريبي. يعني انا وليكن هستخدم المكعبات فالمكعبات جنبي. والمعزز بتاعي جنبي. تمام? هنبدأ نشتغل اه الطفل دلوقتي مسلا وليكن الطفل بيستمر معايا في التدريب لمدة عشر دقايق. هاجي على تسع دقايق. واقوم عامل ايه? فاتح المكان ده او طلعين عاملين نشاط حركي ومنطططين او نعمل نشاط حركي ان هو تقليد القافز او ان هو يقلد ان هو ينطي فوق او ان احنا نخبط بادينا او نعمل اي نشاط حركي بعد تسع دقايق يعني انا عارف ان هو بتشتت او بعد عشر دقايق هيقوم يفصل مني. فانا هعمل ايه? قبل ما الطفل يفصل مني او خلاص انتباهه هيروح. ببدأ انا ادخله في نشاط حركي اخليه اتحرك وبعد كده اقوم سحبه تاني للايه? للتدريب بتاعي. يبقى انا دلوقتي عملت ايه? اديته نشاط حركي بس انا المتحكم. مش انا سبت الطفل ملي مني فقام يجري رايح جاي رايح جاي فالجلسة بازت مني. كمان? انا مبسيبش الطفل يفصل وحاول بقى اجيب انتباهه من اول وجديد. لا ده انا كمان وانا شغال احط في اه في الاهدام بتاعتي ان انا كل شوية اخد انتباه الطفل. يعني هو لو بيركب المكعبات فكل شوية احمد. فالطفل ينتبه لي. وادي له برافو. بعدين كان احمد. فانا كل ما هاخد انتباه الطفل والطفل يبدأ ينتبه لاسمه. فده هيسهل عليه ان هو يستجيب لي الاوامر اللي انا بدها له. تمام? بيسهل عليه ان هو يتواصل معي ويتفاعل معي لما ببدأ انها اسمه. فانا لو حددت الجلسة بتاعتي فيفضل المكان بتاعي في البيت يبقى محدد محدد. محدد وقت سابت شغال فيه. وليكن ممكن اعمل ايه? عشان اعمل روتين سابت للطفل. هعمل رندا على التليفون. وليكن رندا معليانة. الطفل بيحبها. فلما الطفل يسمع الرندا دي يعرف ان ده معادي الجلسة بتاعته او معادي التدريب بتاعه. او معادي المهمة بتاعته اللي هو هيشتغلها. تمام? فانا كل ما هيسمع التدريب ده فهيعرف ان هو عنده جلسة. فلو كان بيقاومني في اول اسبوع اول مرة اول اسبوع. يوم التاني التالت الرابح هيقاوم. بعد كده هيتعود خلاص ان ده بقى روتين سابت. اه الطفل في البداية هيبقى رافض ان هو هيشتغل. مش حبيب يشترك. مش حبيب يعمل. انا هدخل الجلسة او هعمل بتاعه وهبدأ اشتغل على المهام. طلب الطفل قادر ان هو يعمل المهارة. خلاص هنعملها. طيب. يعني انا دلوقتي مثلا متأكد ان الطفل بيقدر يركب المكعبات. بس كل ما عندينه مكعبات بيرميها. لأ همسك ايديه ونركب المكعبات. لكن انا طفل عندي مثلا اصابة مغية. شلل. وما بيقدرش يمسك بايديه. خلاص مش هقدر ان انا ايه? مش هقدر ان انا اقول له خلاص اه لازم تعمل. هو مش قادر يعمل المهارة. او ما عندوش استعداد ان هو يعمل المهارة او التدريب. خلاص. هو امكانياته كده. لكن طالما الطفل قادر ان هو يعمل المهارة. فان هو يقدر خلاص ندرب على المهارة. ولازم نكمل التدريب. بس يبقى بشكل مرح. يعني ايه? اه بنحط كزا لعبة قدامه او كزا مهارة وخليه ان هو يلعب بيهم. اه اخد اللعبة دي. هشيل لي الادوات التانية ونكمل اللعبة. الطفل مل باللعبة دي. بابدأ اسحب اللعبة دي. وكمل باللعبة التانية. ده في بداية التدريب. الطفل اتضرب معي. بقى عند الروتين سابق. بدأ يدخل معي الجلسة. بدأ يشتغل معي. بقى يقدر يعمل المهارات. خلاص ببدأ احط لنفسي اهداف سابتة. وبرنامج اشتغل عليه. لكن انا بلعب مع الطفل. وبخلي الطفل قائد النشاط. وتفاعل معي. وشارك معي. وامشي على اللي هو بيحبه ده في بداية ايه? التدريب او في بداية ان انا بعمل تفاعل مع الطفل وان الطفل يتقبل وجود. واحدة في التانية التالتة. خلاص ببدأ استخدم المعزز. فالمعزز بيحفزه ان هو يستمر معي. سلوك العد والسلوخ يتعامل معه غير التجاهل. طيب. احنا الاول لازم نشوفه هو بيعد ليه? ممكن يكون بيعد عشان عنده مشكلة في اللسة. فهو لما بيضغط على اللسة ده. فبيقلل الالم بتاية مشاكل اللسة. تمام? ممكن ان هو بيعد ده. وبيكون بيتعمد ان هو بيجي يعد ايده قدام الام او قدام الاب او قدام الاخصاء. او لما انا بخليه يعمل مهمة هو مش عايز يعملها. فبيبدأ يهرب عندي ان هو يعد ايه? فانا الاول لازم اعرف هو السلوك ده بيتعمل وظيفته ايه? فلو كان هروب بيبقى ليه تدخل تاني. اه التعداد الانشيطة للمهارات الوحدة تحسين استجابة الطفل. تمام? جميل جدا. هو فعلا ان انا لما استخدم اكتر من حاجة في تدريب نفس المهارة فده بيسهل عليا ان انا اضرب. تمام? بس انا وانا شغال حريتي فانا لازم الاول اعرف هو الطفل بيعمل السلوك ليه? الهدف من وراء ايه? هيتحزز ايه اللي هيخده المقابل ان هو هيخده. تمام? فانا دلوقتي لو الطفل بيعد ان هو بيجزب انتباهي الاخصائي فده هتجهنه. طيب. لو الطفل بيعد عشان هو اساسا عده مشكلة حسية فانا ببدأ اشوف المشكلة الحسية وببدأ اشتغل على الحواس. تمام? لو الطفل بيعد مثلا عشان عده مشكلة في اللسة فببعته الدكتور اسنان يشيك على اللسة يشوف فيها مشكلة ولا لأ? تمام? وبنتشوف الجانب الطب الاول قبل باشتغل معها على الحاجات الحسية. مفيش مشكلة طبية ببدأ ادخل معها حسي. تمام? فانا بحدد الايه? الحاجة اللي اتناسب الطفل. يبقاتي بقى وانا شغال. لازم? يعني انا فرحان فيبان على وش ان انا فرحان. زعلان فيبان على وش ان انا زعلان. بدحك? يبقى ببان علي. حركة جسمي لازم تبقى شوية. يعني هعاول ان انت ايه? اا تبقى يعني عارف انت المعلق الرياضي بيعلق على اي حاجة ويحسسك ان هي حاجة كبيرة. اه اعمل كده. حركتك لازم مثلا الحاجات اللي بتجزب الطفل. يعني من ضمن الحاجات اللي هي بتجزب الطفل في التلفزيون ان في حركة في صوت في موسيقى وفي كذا في كذا. بيستخدم اكتر من حاسة. لكن انا لما استخدم صوت واضح فحركة ايديه شغلت البصر. اه الصوت شغل السامة. اه لو كمان بططت فانا شغلت كذا حاسة في وقت وعد فالطفل هيبدأ يعمل كده. فالطفل هيبدأ يتبه لأكتر او يتفعل اكتر. هعرض لكم بعد شوية ان شاء الله فيديو على استخدام لغة الجسد وازي ان انا قدر استخدمها بشكل سليم. تمام? اه الاصوات بتاعة الطفل ببدأ اقلتها وقررها. ويه بلعب معاه باهتماماته بألعابه بس وانا بشتغل مع الطفل فلازم اخد بالي ان انا بعزز او بقلد السلوكيات الخطأ. يعني انا السلوكيات الخطأ بتجاهلها او بتعامل معا انها انا شفتها ايش. وبيبقى تركيزي كله على السلوك الايجابي. تمام? اه من ضمن الحاجات المهمة جدا ان انا تبقى الحاجات اه اللي انا عايزها موجودة حواليه بس مش قادر يوصلها. عشان يضطر يديه يطلب اني مساعدة. لكن انا دلوقتي الطفل عايز يشرب مياه. والمياه موجودة في المطبخ او موجودة في مكان معين فهو بيعرف يجيب المياه فهيجري يجيب المياه في خلاص الموضوع خلص. ما طلبش مني او متفاعلش معايا او متواصلش معايا. لكن انا دلوقتي لو الحاجة دي موجودة في مكان عالي فهيجي حتى لو مش هيطلبها مني هيجي يمسك ايديا كعادة الاطفال التوحد ان هو يمسك ايديا ويصحبني للمكان العاجة اللي هو محتاجها. فانا يبدأ يتعرف على الكلمة او المفهوم او الحاجة اللي انا عايز ان انا ايه? اضربه عليها او اه ان انا اضربه او اعرفه عليها. تمام? لازم الاول وانا شغال يبقى كلامه واضح اه ابدأ اديله او اعلق له على الحاجات اللي هو بيشوفها باستمرار وادله خيارات. يعني انا دلوقتي مسلا معايا عصير. انت عايز ده ولا ده? لو انا بخيره في اللبس بتاعه. انت عايز الاحمر ولا الاخدر? عايز البنطلون ده ولا البنطلون ده? عايز الاميز ده ولا الاميز ده? فالاختيارات دي بتخلي الطفل يبدأ ايه? يستقل? يشارك? يتفاعل? يبدأ يطلب? مرة التانية التالتة هيبدأ يقول لي عايز الاحمر عايز كزا عايز كزا عايز كزا. فالمشاركة دي بتخلي الطفل ان انا اخيره في الحاجات دي فبتخليه يبدأ يشارك معايا او يتفاعل معايا بشكل افضل. بعد كده طلعنا مسلا في مول في الخارج في مكان خارجي برة. اه ببدأ ان انا اعمل ايه? ببدأ ان انا دلوقتي اه مسلا لو يكون احنا في مول فمن الحركة العربية فخلي الطفل زق العربية او حركة العربية او ادفع العربية زي ما انا هقول. ان انا دلوقتي هخليه اخط حاجة من الرف ويبدأ يقول ايه? حط هنا او مسلا فول او كزا او كزا او شبسي او باسكوت او او فانا هختار حاجة معينة وخلي الطفل هو اللي يختارها ويبدأ يحطها في العربية او يحطها في الكيس وهو اللي يروح يحاسب. انا عايزه يبدأ يشارك او يتفعل في المجتمع الخارجي. واحنا مرة في حديقة مسلا بنلعب في بيلعب على مرجحة بيتمرجح وهو بيتمرجح بيبدأ ادفعه او احركه وبعد كده او ماسك المرجحة. عشان الطفل تاني يقول لي ايه? هيطلب مني تاني. اقول له زق المرجحة او ادفع او حرك زي ما انا هقول له او اللغة اللي انا بستخدمها مع ابدي فانا ببدأ اوقف اللعبة وبعدين ابدأ اخلي الطفل يطلب مني تاني وبعدين ابدأ ان انا اشارك معا. طيب طفل زي التوحد ده افاهمه ازاي اللي لسه ما خلصناش الجلسة يعني مش همشي دلوقت. طيب بص حضرتك انت دلوقتي الجلسة بتاعتك الطفل دلوقتي دخل الجلسة. تمام? اه دخلنا الجلسة. اه بدأنا تدريبات. احنا خلصنا مش هنطلع من الجلسة غير لما خلص المهام بتاعتنا. اه فيه اطفال جدا بتحاول تهرب من الجلسة. تهرب من الجلسة ان هو يرمي نفسه في الارض بقى. اه يتقيق. اه يعمل اي سلوك معين. اه بص ممكن يعمل اي حاجة المهم يهرب من الجلسة. حتى لو الطفل عمل ده. لازم تكمل الجلسة. انا من ضمن الجلسات كنت شغال في جلسة. اه سور يعني الطفل تقيق اكتر من خمس مرات. كان وسيلة للهروب. الطفل بيعمل ده عشان يهرب من الجلسة. عملت ايه? يتقيق. العمل ينظف. وننقل الطاولة والطرابيزة بتاعتنا. ونبدأ نشتغل. تقيق. ننقل تاني. تقيق ننقل تاني 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 تاني. بعد كده الطفل مقررش السلوك ده تاني. تخيل بقى ان لو انا اخد الطفل او الطفل هرب من الجلسة. كل مرة هيدخل الجلسة هيعمل لي نفس السلوك عشان يهرب من الجلسة. هروبه من الجلسة ده يبقى انا بعد كده خلاص مش هقدر اشتغل معي. الطفل خلاص ما عارف ان انا ههرب من الجلسة بالطريقة دي. والاخصائي هيستجيب لي. مع ذلك اهزاكم الله يعرف هي اطفال ممكن يدخل اول يدخل اه ويتتفل في وجه الاخصائي. فالاخصائي يعمل ايه? يتضايق ويوم عامل كده خلاص الولد ده مش داخل الجدول بتاعي تاني. فخلاص عمل كده خلاص اه الطفل مش داخل الجلسة بتاعتي تاني اه انا خلاص سيبه الاخصائي تاني. ممكن طفل يعمل ده حتى لو عمل السلوك ده بتعمل ايه? تمسح بتاعها وتنظف وتكمل جلستك. بص لازم الجلسة تكمل. لكن الطفل لو وتعود ان هو يا رب منك الجلسة مش هتقدر تسيطر عليه ثاني. فمهما يعمل الطفل هنشتغل الجلسة. بعد من خلص الجلسة ممكن نعمل رنة معينة في نهاية الساعة بتاعتي مثلا او الخمسة واربعين دي او الوقت اللي انا هشتغله في الجلسة هعمل رنة معينة. لما الطفل يسمع الرنة دي فهو يعرف كده ان هو خلص الجلسة. مرة التانية التالتة الرابعة هيبقى بالنسبة له هيتعود ان لما بيسمع الصوت ده خلص الجلسة. فهو لما يسمع الصوت هيتعود ان هو يطلع ايه? من الجلسة فانا كده اعرفه او افاعمه زي ان كده الجلسة خلصة. لو عملنا تطابق مجسم بمجسم تمام? وجينا مجسم بصورة زي. طيب. هو مش مستوعب المجسم طبيقنا مجسم بمجسم. حلو جدا. تمام? هبدأ اعمل ايه? احط الصورة. وان هو انا هبدأ اعمل زيه. اجيب الصورة. حط دي مع اللي زيه. تمام? ما عمل كده? هبدأ اجيب اللي هو ده امسك انا الصورة. وحطها مثلا وليكن مسكها كده. حط مع اللي زيه. فهو هيجيب الصورة. يحطها مع المجسم. تمام? حط المجسم مع المجسم. بابدأ اقوم انا ساحب حطة المجسم وجمه الصورة. وقوم ساحب المجسم? وحطت سيب من الصورة. وحط مع اللي زيه. طيب الطفل مش قادر او مش مستوعب. بابدأ ادي مساعدات. بادي له مساعدة ان هو يستوعب المهارة. تمام? هاخد ايديه. وابدأ اساعده مسلا وليكن مساعدة جزئية. وابدأ احط الصورة. واخد او احطها في مكان بارز. وابدأ اخد المجسم وحط فوق الصورة. تمام? وشاطر وبراظو ادي له تعزيز. مرة التانية التالتة هيبدأ يستوعب ان انا ايه? المهارة دي. بس الاول لازم اعملها قدامه. يعني انا وليكن دي. فعايز احطها مع دي. وليكن دي صورة. فانا حاطت الصورة مثلا جايب. وليكن مثلا معي اطباق بلاستيك او علب بلاستيك. وحطت ده في قلب العلب البلاستيك دي. وحطت هنا المجسم ده مع المجسم ده. فانا دلوقت حطت المجسم مع المجسم. جيت بعد كده شلت المجسم وحطت صورة المجسم ده. بقت الصورة محطوطة. واخدت دي حطتها معها. طب الطفل مش مستوعي. انا هعمل زيه كده. وبعد كده هقول له حط دمعان لي زيه. ويفضل ان اللون ما يبقاش مسلا كل الحاجات اللي موجودة قدامي تبقى لون واحد. فممكن ان انا استغل اللون ان تبقى اللون ايه? ده مسلا وليكن. انا مسلا بطابق طفاح فهطابق موز. فانا هجيب صورة موز وهو لونه اصفر والطفاح لونه احمر. ونبدأ نشتغل على الايه? على ان انا اطابق ده ابدأ. تمام? فانا هبدأ ادخله ده من خلال ان انا هبدأ اعمل قدامه نموذج. ابدأ احاول قدامه ان انا اشارك او اعمل اه الشكل قدامه. بعد كده بابدأ ادخله ايه? مساعدات وتعزيز عشان الطفل يستوعب المهارة اللي هي مطلوبة منه او الهدف اللي مطلوب منه. تمام? طيب. احنا بالنسبة لنا كده اه في حاجة محتاجين ان احنا نوضحها او حاجة مش واضحة محتاجين ان احنا ندعيشها او كده. لو في حد عنده اي استفسار او في حاجة مش واضحة او محتاج ان احنا نبدأ نوضحها جزئية معينة. فتمام تفضل. استواضح ولا في مشكلة كده? احنا قلنا ان احنا هناخد بعض الانشطة اللي انا ممكن استخدمها في البيت فمن ضمن الانشطة اللي انا ممكن استخدمها في البيت زي ما قلنا ان انا اشتغل معاه واحنا لسه صحيين من النوم فنلعب لعبة البطانية ونتغطى ونعمل لعبة تخيولي ونتغطى ونشيل البطانية واعمل ان انا نايم وصاحي ونايم وصاحي تمام اه ممكن وانا في الحمام او بخسي الى اه تمام فندخل الحمام فكل مرة هنشطف الطفلة او نروش الطفل فانا هخسي الى دي مسلا في كل مرة اه اه حاضر تمام دي واحدة واه هكون مع حضرتك تمام فانا لو بادربه على حاجة زي مسلا الغسيل فانا دلوقتي لا مفيش مشكلة اهلا بالاسئلة في اي وقت مفيش مشكلة فانا دلوقتي لو احنا بنحم الطفل فانا دلوقتي عاوده ان هو يفتح المية ان هو مسلا ممكن نحط العاب معينة او حاجة معينة جنبه وهو بيلعب ممكن ان انا اه ادربه على جزء من اجزاء جسمه احنا بنتحمم اه ممكن دلوقتي نحط الفوته وانشيل الفوته فنلعب لعبة زي كده ممكن نلعب لعبة لعبة ممكن نقف ورا ستارة وانشيل الستارة ونتخبه وراها ممكن نلعب لعبة زي مسلا ان انا اه نحرك عربية فنجري نحرك العربية او نشتغل بالعربية من احنا نضرب على الالوان والاشكال والاحكام اه والاعداد اه كمان عندي ممكن ان انا هستخدم و احنا بنأكل مسلا فانا اسميه له الاكلات اللي موجودة على الصفرق قدامي فانا كل مرة هنقعد ممكن ادربه على الكوباية او الكاسة او المعلقة او الحاجات اللي هو بيستخدمها بشكل يومي او بشكل مستمر وطريقة استخدامها وابدأ اقول له مسلا دي معلقة دي كوباية دي كزا دي كوباية محمد دي كوباية احمد دي كوباية كزا ابدأ اعرفه الملكية من خلال ان انا بعرفه دي كوباية دي كوبايتك ودي كوباية بابا ودي كوباية ماما اه دي مسلا كزا دي كزا دي كزا فانا ابدأ اعرفه لايه الحاجات اللي موجودة حواليه او كده. اه لو انا دلوقتي مسلا عندي لعبة مسلا اه بادربه ان هو مسلا يشاور على الحاجات اللي هي موجودة فوق وقعوده ان هو يطلب بعوده احط له حاجات معينة وهو يبدأ يختار بينهم اه اه بابدأ اقول له مسلا بقول له رامل فين الرامل شاور على الرامل هات رامل العب بالرامل حطي دك في الرامل اه لو انا دلوقتي مسلا اه عندي لعب تخيولي مسلا فانا ممكن افترض ان انا معي كوباية فاضية فان اعم افترض ان احنا بنشرب من الكوباية او اا مثلا افترض ان احنا بنرعب لعب تخيولي فيخسل وشي او افترض ان لعب تخيولي ونبدأ نوصف احنا بنعمل ايه والانشطة اللي احنا بنشارك فيها. آآ كمان ممكن اعود ان هو قبل ما ننام. فكل فنروح نتعود ان احنا نطفل اضواء بتاعت البيت كله قبل ما ننام. ممكن اعود ان احنا مسلا آآ اول ما نصح من النوم صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا دبدوب. صباح الخير يا دولاب. صباح الخير يا ثرابيز. صباح الخير يا كرسي. آآ مسايا الخير يا تصبع على خير يا كزا. تصبع على خير يا كزا. فابدأ اعمل كلمة معينة الطفل يستخدمها بشكلك مستمر. كمان ممكن اجيب السور بتاعته او اسور الطفل هو بياكل هو بيشرب هو بيلبس هو بيعمل كذا هو بيعمل كذا هو بيعمل كذا. وهبدأ اسورها واضرب الطفل على الافعال من خلال ها. من خلال ان هو شايف صورته او شايف شكله او شايف هو بيعمل ايه? فده هيسهل عليه ان هو يبدأ ان هو يتواصل اكتر او يتفعل اكتر. ممكن ان انا دلوقتي اضربه على ان هو يصنف حاجات المطبخ لوحدها. او ان احنا مسلا نصنف حاجة مع بعض او نغير حاجات مع بعض او نبدأ نحط دي مسلا مع دي ودي شبه دي ودي شكل دي اه ممكن ان انا دلوقتي اه ادخله مسلا حاجات مش مزبوطة وان الطفل يبدأ ان هو يقول لي دي صح ولا غلط يعني انا دلوقتي مسلا ممكن اجيب مسلا ان انا اه البس الشوز في ايدي فالطفل هيقول لي لأ او هيبقى مستغرب انا عملت ايه فالاستغراب بتاعه ده فهبدأ اقول له لأ رجل فانا ابدأ افهمه ان هي بتتلبس في الرجل او لو مسلا الطفل بتعود ان الشوز بتاعته بتتحطي في مكان معين فانا بغير المكان بتاعها عشان الطفل ييجي يطلب مني ان هو الحاجة دي تغيرت مكانها فراحت فين او مكانها فين او ايه اللي حصل اه ممكن كمان ان انا اه ابدأ اغير له الروتين بتاع البيت بتاعه وابدأ اغير له مسلا الشكل الحاجات اللي هي بتاعته اللي هي موجودة فهو يبدأ يسأل عنها او رحت فين او مكانها فين اه 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 ابدأ احط له مثلا اه العام معينة واغير له شكلها استخدم الملامس سواء كان سخن اه خشن وناعم اه اه سخن وبارد اه المتاع اللي هي المعكوسات وابدأ ادخل المعكوسات في اليوم بتاعه ابدأ ادخله روتين يومي سابت وابدأ اشتغل عليه ابدأ اقرر الاهداف والحاجات اللي الطفل بيحبها الاحز ابنه هو شغال واشوف هو بيعمل ايه او انشطه المفضلة ايه ومن خلال ذلك ابدأ اخش للتدريبات بتاعته او الانشطة بتاعته وابدأ اشوف هو بيعمل ايه بشكل سليم ازاي اه سانية واحدة نرجع للسؤال معلش ممكن تعيد السؤال تاني لان السؤال مش عارفة وصله بس ممكن انت حضرتك تكرر السؤال تاني عملنا كده وصورة واحدة يجبها لو زودنا طيب حضرتك بتقول ان انت عملت ده والطفل بدأ يعمله في صورة واحدة تمام ببدأ ان انا احط له حاجات الوانها مختلفة كما قلنا الوان مختلفة ما يبقوش شبه بعض تمام ويه ممكن ابدأ ان انا احط له مثلا احط له مجسم وصورة انا دلوقتي مثلا ولا يكون معها طبق فحطت فيه مجسم وصورة ومجسم وصورة واخد مجسم ووحطه مع المجسم والصورة واخد مجسم وحطه مع المجسم والصورة تمام انا ببدأ اعمل اكرام بين الصورة والا stabilized والمجسم اللي موجود جنبها بعد كده واحدة واحدة بسحب المجسم اللي جنب الصورة وببدأ اشتغل على المطبقة مع الصورة بس تمام فانا لو عملت ده ان شاء الله الامور بتاعتي هتزبط معي تمام؟ يا رب ما كنش طولت عليكم وان شاء الله ما كنش تكون المحاضرة قدمت ولو معلومة بسيطة جدا لكم وان شاء الله يكون في حاجات جميلة جدا على الجروب والمبادرة الجميلة اللي احنا فيها دي فيها انشطة جميلة جدا وفيه اخصائيين رائعين بيقدموا معلومات فاحنا بنشكرهم جدا على مجهودهم ودورهم ده واتمنى انتم تتابعوا باقي المحاضرات لان بصراحة فيه مجهود رائع بيبذل هنا ومع السلام